يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وتيامك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقار فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير درني ومن خنقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتن كيف قدر ثم قتن كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يظن الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كالنا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسخر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سبككم في سقر ما سبككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نفوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة مارضين كأنهم حمر مستنفرة كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكرة وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة